إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين الذي لا عز إلا في طاعته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله الطيِّبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابع تابعيه بإحسانٍ إلى يوم الدين الحياة فرص الحياة فرص أنعم الله عز وجل علينا بهذه الحياة وَرَزَقَنَا بِنِعَمٍ لَا نُحْصِيهَا عَدَدًا أَوْجَدَنَا مِنَ الْعَدَمُ رَزَقَنَا بِمُقَوِّمَاتِ الْحَيَاتِ مِنْ هَوَا وَمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ مِنْ هَوَا وَمَاءِ وَغِذَا وَكِسَا وَإِيْوَا وَدَوَا هِيَ تِلْكُمْ مُقَوِّمَاتُ الْحَيَاتِ ثُمَّ أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِأَنْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا النَّبِئِينَ وَالْمُرْسَلِينَ مِنْ أَجْلِ التَّوْحِيدُ وَالتَّوْحِيدُ هُوَ الْأَصْلُ الْجَامِعِ بَيْنَ النُّبُوَّاتِ وَالْرِسَالَاتِ لِقَوْلِهِ إِتَعَالَ في صورة الأنبياء الآية 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ هذا هو الأصل الأصيل الذي جاء به الأنبياء والمرسلون هذه نعمة عظيمة وقد ختم كوكبة النبوات بخاتمهم صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهدات كما في حديثه الشريف أنا الرحمة المهدات لما قاله ربنا في حقه في صورة الأنبياء في الآية السابعة بعد المئة الأولى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْنَا أَنْ كَرَّمَنَا فَالْإِنْسَانُ مُكَرَّمْ بِحُكْمِ آدَمِيَّتِهِ قال الله تعالى في صورة الإسراء الآية رقم سبعين وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمٍ فَكَرَمَةُ الْإِنْسَانِ فِي آدَمِيَّتِهِ لَهُ كَرَمَةٌ حَيًّا وَمَيِّتًا لا يجوز العدوان على الإنسان سواء كان حياً أو ميتاً حاضراً أو غائباً فكرامته في آدميته ثم أنه أكرمنا بهذا القرآن وهو منهاج حياة ربنا قال في صورة الإسراء في الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى للتي هي أقوى في مجال الإيمان والعقيدة وفي مجال العبادة وفي مجال الأخلاق والسلوك وفي مجال المعاملات وضبط حركة الإنسان في جميع مناحي الحياة هذه نعمة أخرى والقرآن هو الذي أجاب عن الأسئلة المحيرة التي لم يعلم جوابها الفلاسفة عبر التاريخ ضاع العديد من الفلاسفة والمناطق ورجال الفكر لم يجيبوا عن الأسئلة المحيرة منها سر الوجود ما سر الوجود؟ أي إنسان يطرح على نفسه هذا السؤال؟ ما سر وجودك؟ ما سر وجودي في هذا الكون؟ ضاع الناس ضعت أفكارهم وأستحضر هنا أنموذجاً لما قاله إليا أبو ماضي في قصيدته التي سمّاها الطلاصم يعبّر عن حالة التيه يعبّر عن حالة الضياع التي يعيشها الإنسان بعيداً عن هذه القرآن قال جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم نقود؟ لست أدري إلى أن قال ولماذا لست أدري؟ أجاب لست أدري حالة من التيه والضياع تعبّر عن أولئك الذين فقدوا المنهج فيأتي القرآن ويقول إن هذا القرآن هي دلة هي أقوى لماذا خلقتنا يا الله؟ صورة الذريات الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ صورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين؟ صورة الأنبياء الآية 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأعلى ربكم فاعبدون؟ إذن الطريق واضح جداً وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله تلك حالة الضياع وهذه حالة الهدى نجدها واضحة جلية في الوحيين في الكتاب والسنة أستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين القرآن أخبارنا بأن الحياة قصيرة ولو طالت بل هي أقصر من أن نقصرها فقال ربنا في القرآن في صورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عاملا إذن أخبارنا الله عز وجل بأن هذه الحياة ستنتهي بهذه الحياة ستزول لها بداية ولها نهاية حياتنا أعمارنا أعمارنا حياتنا وأوقاتنا أعمارنا أعمارنا أوقاتنا لذلك نبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراب وأعلمنا بأن الموت آتيا لا شك في ذلك لقوله تعالى في صورة قاف الآياء الصعطاش وجاءت سكرة الموت بالحق هكذا قال ربنا عن الموت وجاءت سكرة الموت بالحق وقال الله تعالى في آية أخرى ولكل أجل كتاب وفي آية أخرى أينما تكونوا يدرككم الموت ولكنتم في برج مشيدة وقال في آية أخرى وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وصدق الشاعر إذ يقول الموت باب وكل الناس داخله يا ليت علمي بعد الباب ما الدار الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار إذن القرآن أنبأنا بسر الحياة ثم أرشدنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ونقرأ في صورة الفاتحة في كل ركعة يهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم أربع أصناف وردوا في صورة النساء في الآية 69 القرآن يشرح بعضه بعضا الآية اللي في صورة الفاتحة لم نفهمها من هم الذين أنعم الله عليهم لا ندري القرآن ينبئنا في الآية 69 من صورة النساء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والخاتمة وحاسون أولئك رفيقا ثم أرشدنا القرآن إلى أن نستثمر حياتنا في الطاعات والقربات الصلاة الزكاة عماد الدين الصلاة ثم تأتي الزكاة بعد التوحيد طبعا ثم يأتي الصوم ثم الحج لمن استعاله سبيلا وقبل أيام قليلة سنستقبل شهر رمضان العظيم المعظم الفضيل فمن شهد منكم الشهر فليصمه نستثمر هذا الشهر الفضيل في الطاعات في القربات في الباقية الصالحات في صلاة التراويح في تلوة القرآن في تدبره نستثمر هذا الشهر في العمل الخيري العمل الخيري نجمل حياتنا بفعل الخير لأن الشريعة تأمرنا أن نحقق حضورنا الفعال في المجتمع عن طريق الفعل الخيري عن طريق العمل الخيري ربنا هو الذي قال في صورة الحج الآية 77 وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال في صورة البقرة الآية 148 فاستبقوا الخيرات وتكرت الآية في صورة المائدة الآية 48 فاستبقوا الخيرات يسارعون في الخيرات إذن هذا فعل الخير والمسارع في الخيرات نجمل حياتنا نزيل همومنا لا يجوز نقلاً ولا عقلاً أن يعيش الفقير مشكلة الغذاء خاصة في هذا الموسم في شهر رمضان العظيم ونرجو أن لا يشعر الفقراء بأزمة في حياتهم إذا أدى الناس الزكوات أمر رباني والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم صورة المعارج في الآيتين 24-25 وتأتي آية التوبة الآية 60 إنما الصدقات الزكوات للفقراء والمساكين إلى آخره الأصناف الثمانية لا يمكن أن يعيش هؤلاء أزمة في حياتهم لأنما نقص عند الفقراء زاد عند الأغنياء وربنا جعل هذا المنهج القرآني لتحقيق سعادتنا في الدنيا تنهيداً للسعادة الأبدي في الآخرة إذن حياتنا مجموعة فرص نجتهده في استثمار هذه الفرص ونجتهده في التقليص من دائرة الفرص الضائعة نعم هناك فرص ضائعة كثيرة نجتهده على الأقل في التقليص من دائرة الفرص الضائعة ليغير الله حالنا إلى أحسن حال اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين ورحمه موتانا وموتى المسلمين اللهم اخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم اخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك اللهم أن نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم نصر إخوان المجاهدين في فلسطين ومصر الإخوة المجاهدين في غزة اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تغير حالهم إلى أحسن حال اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان فأعنا على طاعتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفراح والقامة الصلاة والقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصلاة المستقيم سرط اللذين سرط اللذين أعملت عليهم رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سرط اللذين أعملت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين آمين لذا جاء نصر الله والفتح ورأيتم ناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله